تحياتي وأهلا بكم إذن وقبل الانطلاق نهائية كأس إفريقيا ضروري منذروا حلقة وفيديو على التوقعات ديالنا لكأس إفريقيا ضروري منحرقوا المتأهلين من المجموعات وأيضاً المتأهلين للمباريات الإقصائية وحتى النهائي والبطل ففي هذه الحلقة قد نعطي التوقعات الخاصة ديالي بمساعدة تطبيق خاص لكي يخليك أنك تختار المتأهلين من دول المجموعات وأيضاً كيف قلت الأدوار الإقصائية فبلا ما نطولوا بزاف وكيف العادة ضروري من أنكم تابعونا في القناة ضغطوا على جيم ويلا نبدأ أهلا بكم مجديد قبل انطلاق كأس إفريقيا كل واحد مننا كتكون عنده توقعات الخاصة دياله كين مننا اللي يقول أن المنتخب غدي تقصب كري كين اللي يقول أن المنتخب الوطني المغربي قادر يمشي للنهائي وكين اللي يقول قادر يربح الكاس هذا شيء أيضاً كنقولوه على بعض المنتخبات لا على المنتخب الجزائري المنتخب السينغالي تونس ومصر وجميع المنتخبات وجميع المجموعات ضروري ما نقولو أن هذا المنتخب هو اللي قادر يتأهل وهذا المنتخب هو اللي قادر يتصدر هذه المجموعة فبلا ما نطولوا نمشيوا مباشرة التطبيق اللي هدأت لكم عليه ونبدأوا فالمجموعة الأولى وكيف كنشوفه عندنا فيها بوركي نافاسو الكاميرون الكاب فيرد وإيتوبيا وأنا التوقعات الخاصة ديالي كتقول أن الكاميرون اللي هي البلد المنظيم سيتصدر هذه المجموعة بوركي نافاسو سيتكون في المركز الثاني الكاب فيرد في المركز الثالث وإيتوبيا في المركز الرابع ونمشيوا للمجموعة الثانية هذه المجموعة اللي فيها غينيا المالوي السينيقال وزيمبابوي هذه المجموعة اللي باين من اللي باين المتصدر فيها هو المنتخب السينيقالي ومعاه كمنتخب ثاني كان توقع أن المنتخب الغيني هو يكون في المرتبة الثانية في المرتبة الثالثة كان توقع أن الزيمبابوي تقدر تكون هي فافوري على منتخب المالوي ونمشيوا للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هي طبعاً مجموعة المنتخب الوطني المغربي وهنا سنقوم بالعاطفة ونقول أن المنتخب الوطني هو الذي سيتصدر أو حتى بالعقل يمكن أن نقول المنتخب الوطني هو الذي سيتصدر لكن أنا شخصياً كنقول أن المنتخب في هذه الكأس الأفريقية ربما لا نستطيع أن نتصدره قدام المنتخب الغاني الذي سيتصدر في صدرات المجموعة المنتخب الوطني المغربي سيتصدر في المركز الثاني فالمركز الثالث ستكون القابون رغم المشاكين اللي عندهم يقدرون يكونوا في المركز الثالث وفي المركز الرابع ستكون جزور القمر نمشي المجموعة الرابعة واللي هي مجموعات المنتخب المصري اللي كيبان أنها في مجموعة صعيبة وصعيب هو الآخر أنها يتصدر قدام منتخب نيجيري اللي هو قوي لكن رغم هذا كانت توقع أن مصر تبقى في المرتبة الأولى والدوت هي اللولى المنتخب النيجيري يكون هو صاحب المركز الثاني المركز الثالث والرابع ما بين غينيا بيصاو والسودان هنا صعيب أنك تحسم ويمكن أنا نخليهم كما هو ما نخلي غينيا بيصاو يا المركز الثالث والسودان المناصيب هيكون في المركز الرابع نمشيو المجموعة الخامسة مجموعات الجزائر ويمكن حتى البرنامج أو التطبيق عارف أن المنتخب الجزائري هو اللي غدي تصدر هذه المجموعة رغم تواجد الكود ديفوار اللي كانت توقع أنها دوس في المركز الثاني في المركز الثالث المنتخب الغيني والمنتخب السيراليوني يمكن نخلي المنتخب الغيني هو صاحب المركز الثالث ومنتخب السيراليون يكون في المركز الرابع نمشيو للمجموعة اف أو للمجموعة السادسة اللي فيها المنتخب التونسي فيها المنتخب الموريطاني فيها جديد المنتخبات عربية فيها المنتخب المالي وفيها المنتخب القنبي هنا واش تونس قدرت تصدر هذه المجموعة قدام المنتخب المالي عارفي المنتخب التونسي وخاخي يكون ضعيف كمشين الظيانة في المباريات ديال كاس افريقيا ولهذا هو اللى غاي تصدر هدى المجموعة. فالمركز الثاني قل بالن المنتخب المالي. المنتخب المالي اللي قادر حتى هو يتصدر. في المركز الثالث. المنتخب القانبي المنتخب الموريطاني. كان موريطانيا اللي كانت عندها مشاركة مقبولة في كأس افريقيا ديال الميصر. يمكن في هاد في هاد كأس افريقيا ديال الكاميرون تمشي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع يكون المنتخب القانبي. رغم ان بزاف ديال الناس كيرشحوا ان المنتخب القانبي يكون هو مفاجأة هاد البطولة. لكن انا أنا كنقول أنه سوف يمشي في المركز الرابع و سوف يغادر السباق نمشي و نرى هذا البرنامج في القطة الثانية كيف سوف يكون أحسن المنتخبات في المركز الثالث لأنه كيف عارفين في هذه البطولة سوف يتأهلون أحسن أربعة الذي يحتلون المركز الثالث هنا لدينا الكاب فيرد زينبابوي القابون غينيا بيساو غينيا الاستيوائية و معهم موريطانيا فقط يمكن تغيير الوحيد الذي نقدر نفعل هو أن الثانبابوي سوف ينسحبها لا تدوز كأحسن الثالث و يمكن أن يدوز المنتخب الموريطاني مع كل من الكاب فيرد القابون غينيا بيساو و كيف قلت المنتخب الموريطاني هذا هو أحسن الثالث أحسن تواليد هنا من الذي سوف يدوزه البرنامج أوتوماتيك مو سوف يعطينا كل منتخب معه من غير طيح يعني ركاين قبل أن تبدأ في أفريقيا كان الأول من المجموعة ألف أو المجموعة الثالث تيطيع من المجموعة الثالثة أولا من المجموة الرابعة اللي هو قاصح ديال بوركي نفسه وهنا خاصني نختار واش للمنتخب الوطني المغربي قادر يربح بوركي نفسه. في الدور الثاني كنا اعتقد ان المنتخب قادرين ندوزه بوركي نفسه بالطريقة ديال حيلوزيتش باللعب ديال حيلوزيتش ما نلقوش مشاكيل قدام بوركي نفسه ولهذا فاللي غدا يسأهل من هذه المواجهة هو المنتخب المغربي. منتخب ميصر قدام منتخب موريطانيا مواجهة اللي كتبان سهلة ويمكن نرشح منتخب المصري. منتخب سينيغال قدام غنيابيصا وهنا بلما تفكر ستقول المنتخب السينيغالي. وهنا يمكن مواجهة هذا الدور او الا اقوى مواجهة في هذا الدور وهي ديال المنتخب التونسي قدام منتخب كوديفور. فانا ما ستختار? واش المنتخب التونسي او لا منتخب كوديفور? شكو اللي قادر يدوز من هاد المواجهة. المنتخب كوديفوري عارفينها قاسح وقاسح بزاف في الاراضي الافريقية. والمنتخب التونسي عارفينها ما كيستسلمش بسرعة. فلهذا عادي نختار ان منتخب تونس غدي يمر من هاد المواجهة. المنتخب الغيني قدام منتخب مالي. وهاد المواجهة كان بمحتاجها عادي تكون اقرب المنتخب المالي. المنتخب القابوني بالمشاكل دياله باللعبين اللي ما بغوش يتريني وما ترينيوش ممكن حتى الاخر حصة قبل انطلاق البطولة. فقد نقول انه غدي يخرج قدام المنتخب المنظيم اللي كي عوّل وباغي يفوز بهذه الدورة المنتخب الكاميروني. وهنا مواجهة اخرى قاسحة تخيل معي الجزائر وتونس. دادوا هم اللوولين وكانوا في مواجهات اللي هي قاسحة بزاف. المنتخب الجزائري قدام منتخب نيجيريا. لكن الخضر مجين بش يدافع على اللقب ديانهم وما كنظنش انهم يخرجوا قدام المنتخب النيجيري بل على العكس غدي يتأهله. منتخب غانا قدام منتخب الكاب وحتى المنتخب الغاني يلا يقدر يتصدر المجموعة ديانا كم ما توقعت فقدر انه ينتصر ويربح المنتخب ديان الكاب فهو اللي غدي يدوز ونمشي ونشوفو مواجهات ربع النهائي. ربع النهائي والمواجهة المرتقبة واللي يمكن تكون حتى في البراج ديال كاس العالمي. يمكن في البراج نطلقه مع المنتخب المصري وحنا كنشوفوه انه في ربع النهائي منتخب المغرب قدام المنتخب المصري. شكو اللي غدي توقع غدي ينجح. فبكل صراحة القلب ووزع ما اللي ينبغيو هو انما مبغيوش الانتكاسة اللي كانت. في كأس افريقيا ديال كابون التعاود هذا المرة ويقصينا مرة جديدة. المنتخب المصري. وش المنتخب المغرب يقدر يربح هاد المواجهة. ما كرتش. هاد الفيديو كان لايف وانتم ما تصوتوا نمشي بالاختيار ديالكم لانها مواجهة صعيدة بزاف. فاشنو عادي نختار. فما نقدرش نخسره قدام المنتخب الميسري. انا مكان تخش ان المنتخب يمشي ابعد من ربع النهائي لكن غد يربحوه المنتخب الميسري في هاد المواجهة. ونمشي لمواجهة ديال سينيقال وتونس. المغرب تتوى بالقلب وحتى ويبلع. نقدرو نقدروه جبهو ميسر. سينيقال وتونس. ش كون اللي غد يربح في هاد المواجهة? فممكن المغامرة ديال تونس تالي الى مش هتطلقة مع السينيقال. كنظن ان المرشح في هاد المواجهة هو منتخب السينيقال. هنا منتخب الكاميرون قدام منتخب مالي. اربع ديال المواجهات قاسحة. هاد المواجهات ربع نهائي رهان نهائيات في حداتها منتخب الكاميرون قدام بلد المنط بمساعدات الجمهور والناس اللي عنده بالدعم اللاعبين دعم دعم سامويل ايطون فكن ضمن ان المنتخب الكاميروني هو اللي غد يدوز من هذه المواجهة الجزائر من رأة جديدة في مواجهة قاسحة جزائر كانت في الدور لي فات قدام نيجيريا ودبا قدام غانا غانا اللي كان ذكر انه يدوزها متصدرة في المجموعة دينا فنشوف فين صدقات قدام الجزائر ولكن كنقول ان الجزائر اللي كتدفع اللقب ديالها ستقدر تربح المنتخب الغاني وغددوز من هذه المواجهة ونمشي ونشوفوه المواجهات الحارقة او لا تكسير العيدام كيف كيقولو ديال نيس في النهائي المغرب السينيقال الكاميرون الجزائر المغرب قدام مرشح لللقب والكاميرون قدام حامل اللقب نبدأ بالكاميرون والجزائر الجزائر باللعب اللي عندهم بالتشكيل اللي عندهم بكل صراحة كان ضمن انه الرغم وخي يكون اللي يكون في المنتخب الكاميروني وخي يوقع اللي يوقع المنتخب الجزائري بالماضي باللعب دياله بالانسجام منتخب اللي كيدافع على اللقب دياله قدر يربح هذه المواجهة وغددوز الجزائر الفينال توقعات اللي كتقول هاتشي حتى يعني ما نضمنش انكم تختلفوا معايا المغرب السينيغال السينيغال ربحنا هاتشو ودي لكن واش السينيغال ديال اللي وديات هي الس استغفر الله عذرا هي السينيغال ديال الرسميات هدا هو السؤال انطروح واش المنتخب المغربي الى التواجهة في نصف النهائي قدام السينيغال غادي يقدر يربح المنتخب السينيغالي المنتخب المغربي اللي دايما كنزيد وكنذكر انه هنا الى وصلنا الى نصف النهائي غادي يكونوا اللاعبين اعتادوا على الاجواء الافراقية لكن في مفصل الوقت تقدر تكون كائنا بعض الايصابات يقدر تكون كائنا بعض الغيابات فاشنوك هترشحوا؟ نختاروا المنتخب المغربي او لا نختاروا منتخب السينيغال مواجهة صعيبة وكان قول ان المنتخب المغربي غادي المغامرة غادي تتالي هنا نصف النهائي المنتخب السينيغالي هو اللي غادي يدوز للنهائي ونمشي ونشوفه النهائي ومواجهة الترتيب النهائي فيه الجزائر قدام السينيغال حامل اللقب والمدافع اللقب دياله قدم الحالم باللقب اللي هو المنتخب السينيغالي لا ننسى أن المنتخب السينيغالي لديه جيل الذي سيحاول استغله إذا لم يستغله حالياً فالجيل منتخب السينيغال سيموت ولم يدي معه حتى لقب سيمشي هذا الجيل سيشوفوا السينيغال كتتعاود لها تجربة بلجيكة في أوروبا كما المنتخب البلجيكي لا يستغل لجيل كبيره ولم يخرج معه حتى بلقب فحتى المنتخب السينيغالي ربما هذا آخر كأس سيتجمع فيها كل اللاعبين بالطريقة اللي يلعبوا بها بالمميزات اللي عندهم هذي آخر كأس فاذا قادرين يربحوا حامل اللقب؟ كنظن أن المنتخب السينيغالي جاء الوقت في أن يربح كأس إفريقيا فغاديزول اللقب الجزائر في المباراة النهائية وعذراً الجميع الجزائريين اللي غاديتفرجوا في هذا التوقع في مقابلة الترتيب المغرب الكاميرون احنا عارفين رأسنا دايماً من اللي كانت تقصى ولا تقصيناك ناس في النهائي اللاعبين دينيين احنا عارفين دائماً كنذكر بها اللاعب المغربي دينيين غادي يخرج غادي يغادر البطولة الجمهور المغربي برأسه غادي يغادر البطولة فليهذا كانظن أن المنتخب الكاميروني غادي يقدر يربح هذه المواجهة وغاديين كلاسيو احنا همار رابعين في كأس إفريقيا الكاميرون الفين واثنين وعشرين ثالث هو المنتخب الكاميروني ثاني هو المنتخب الجزائري والبطل غادي يكون هو منتخب السينيغال كانت هذه التوقعات ديالي اللي شاركتها معاكم وغادي نشاركها معاكم في الانستغرام في صورة دابا غادي نحمل الصورة والأهم كيف العادة ودايماً هو التوقعات ديالكم انتوما شاركوها معايا في التعليقات وضروري ضروري ما تنساوش انكم تابونوا في القناة اضغطوا على جيم ونوريكم الصورة النهائية اللي خرجت لي من هذا التطبيق وبها غادي نختم هاد الفيديو نشوفوا الصورة النهائية لانها كانت تكون صورة معبيرة بززاف كيف كان نشوفوه المنتخب المغربي بدال فوق مشال الدور الثاني مشال النيصف وخرج منتخب الجزائري يكمل حتى النهائي وخرج من المنتخب السينيغالي كان هو البطل كنت معكم الناردة الحبيب وانطلقوا في فيديو تقديم تشكيلة المتوقعة لمنتخب الوطني المغربي اللي يقدر يبدأ بها وماتش ديال غانا نذكركم مرة اخرى تابونوا في القناة وضغطوا على جيم ومبقى ليغنقلكم تالله